وبنقلل هرمون السعادة بأيدينا هرمون السيروتونين ده بيفرز بصورة جيدة جدا في حالة النوم الطبيعي الهادئ يبقى حضرتك لما تخش تنامي لو سمحتي تطفي الأنوار اللي حواليك خلي ضوء خفيف بس تبعدي عن الضوضاء بقدر الإمكان إذا كان الحتة اللي سكنة فيها فيها ضوضاء أو صوت عالي ممكن تستخدمي سددات أزن وتضلمي قطك بقدر الإمكان لأن دخول الضوء والضوضاء والضوء الأزرق اللي طالع من شاشات التلفزيون والشاشات الكمبيوتر ده بيعمل خلل وبيخلي هرمون السعادة ما يفرز فالنام نوم طويل لكن نصحة راكبنا ميت عفريت لقد ما نمناش في حاجة مظبوطة بالزبط أجواء مظبوطة نص الناس اللي بيجولي العيادة يجيلي يقولي إيه أنا بصحة الصبحة عندي حموضة عندي حرقان عندي واجع فم المعدة أبقى عايزة رجع أبقى مش طيق رحة الأكل ولقيه بقى جاي معا قيمة مناظير وقدوية وجرسومة معدة ومش جرسومة معدة وارجع في النهاية يسألوا حضرتك بتنام كويس ولا لأ يقولي أبا نام ونسمعوا بقى عن الحاجات دي العادات السيئة دي نلاقيه إيه بيعملها كله اللي بيدخن في السرير بتاع النوم في قط النوم اللي فاتح الموبايل ليل ونهاره بيلعب فيه حتى في قطة النوم اللي مش حاطت سطارة تعجز للدوق شوية بلاك آوت تمام فده بينام آه لكنهم مضطرب فبيصحى الصبح السيروتونين ده لم يفرز وبالتالي مزاجه متعكن عرفة اللي يقولك إيه ده صاحب يخانق دبان وشه وده بينعكس على جهازه الهضمي بالأعراض اللي حدثك قلتها أو الأعراض اللي حدثك قلتها ده بقى أول ما بيصحى الصبح يحس بغسيان حس إنه أرفان ريحة الأكل مش حلوة حتى لو أكل بيرجع اشتركوا في القناة